قصة حصلت قبل أيام القصة الأولى كان فيها تحدي كبير لكن أتوقع ما في تحدي أمام إرادة الله سبحانه وتعالى سبحانه ما يتحقق في بداية إن شاء الجمعية توصل معنا أحد الإخوان في أحد القرى تابع لمحافظة أملج جميل إن في عنده أيتام محتاجين كفالة وكذا فأقلت له سياسة الجمعية أننا نزوركم ونقف الحالة بأنفسنا ورحت أنا بنفسي للأمانة فاتفاجأت أن الأخة هناك أعطاني ورقة في نفس القرية فيها ثلاثين يتيم وإحنا كنا في البدايات بسم الله كان عدد كبير فرجعت الأمانة لكل هم لكن الهموم أمام قدرة الله سبحانه وتعالى تنتهي ففي سبحان الله نفس اليوم ثاني يوم في صلاة المغرب زارا أحد الإخوان من المحافظة في أملج وسماء الجمعية خير وجاء أنه رغبة أنه يكفل أحد الأيتام فسبحان الله ورقة كانت جايبي وقلت له والله هذه ورقة لأحد القرى وفيها أسماء أيتام بنات وأولاد في سن الكفالة فاستغرب من العدد الثلاثين قال لي العدد كبير والله قلت له إن شاء الله قال إن شاء الله بأكفل اثنين أو ثلاثة لكن امهني عشر دقائق أخذ فعلا عشر دقائق ورجع قال لي أبعلي احنا بنكفل أيتام الثلاثين ذولي كله فسبحان الله يعني توفيقه من الله سبحانه وتعالى وكان حافز كبير لنا إحنا ما نتوانا في خدمة الشريحة هذه هذا القصة الأولى القصة الثانية طال أمرك حصلت قبل أيام إحنا سياسة الجمعية مثل ما ذكرت في البداية إحنا دائما نأمل على تأهيل الأيتام بقدر ما نعطيهم مساعدات لا التأهيل يكون أفضل لهو اللي يبدأ حياته في بناء حياة كريمة له ولأسرته ففي أحد الأحياء صدفت أحد الأبطال لأننا نسميهم أبطال طبعا ما نقول لهم أيتام رغم أن اليوتهم ما هو عيب فنادهني وكنت طلعا ما منشغل في شيء فنادهني ورحت له طبيعا متقابل أي إنسان تتمدل يدك تصافحك الرجال فتح يديه أو الأمن فتح يديه اللي أنا وضمني الله فأنا استغرب في لهم فضميته وهمست في إذني وقال لي أنا بكرة بباشر عملي ما شاء الله بعد الدورات اللي أفتت ما شاء الله هذا قريب لحدث هذا قبل ثلاثة أو أربع أيام حاصل الموقفة هذا فالأمانة فالشعور هذا خلاني ممكن أسعد إنسان في الدنيا هذه والله إحساس لا يوصف صحيح وفي نفس المقام تذكرت الناس اللي تدعم المشاريع هذه فهم شركاء معانا في هذا الأجر وبإذننا أن الوقف هذا يكون استمرارية لوقوفنا مع الأيتامر هذه بس هذه قصتين عسرية حبيت أني أذكرها لكم وتكون بإذننا محفز لنا ترجمة نانسي قنقر